تحاد الكرة اعلن اليوم رسميا تعاقده مع البرتغالي في تور بريرا لرئاسة لجنة الحكام المصرية وهو الخبر اللي انفرض به رقم 10 منذ عدة ايام عقد الرجل البرتغالي الرئيس اللجنة الحكام الجديد هيكون حتى 2023-2024 وزي ما قلنا نبارح فيه رقم 10 ان العقدة هيكون موسم ونصف مقابل 18 الف دولار شهريا وان بريرا هتكون اقامته معظم الوقت في مصر لمتابعة عمل اللجنة عشان ما بقاش زي كلاتنبرج ونتمنى يكون احسن طيب من هو بقى في تور بريرا رئيس لجنة الحكام الجديد هو من موليد عام 1957 عنده 65 سنة وخاض مسرته التحكمية في الفترة ما بين 1989 حتى 2002 قبل ان يعلن اعتزاله دوليا طيب ما هو ده اللي هكت لسه يا جماعة مش عشان ما نهتش تاني تولى رئاسة لجنة الحكام البرتغالية خلال موسم 2015-2016 قبل ان يرحل بعد ذلك وقام الاتحاد الدولي فيفا بتعيينه كرئيس لجنة الحكام اليونية في الفترة ما بين اغسطس 2017 لعام 2021 في 23 سبتمبر 2021 تم تعيينه كرئيس لجنة الحكام في الاتحاد الروسي حتى مارس 2022 قبل استقالات بالمناسبة هو اضار مباراة بين الاهلي والاسماعيلي في نصف نهاية كأس مصر عام موسم 1999-2000 المباراة اللي فاز بيها الاسماعيلي اربعة اتنين وقتها محمد براخت سجل الهدفين للاسماعيلي واشهر بطاقة حمراء في وجه سعيد عبدالعزيز لاعب النادي الاهلي وقتها هذا الحكام البرتغالي ترجمة نانسي قنقر